السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر واليوم جايب لكم منتج جديد من المنتجات التقنية والذكية الملبوسة شركة هواوي أطلقت قبل كده نظارتها باسم هواوي آي وير الحين بالتعاون مع شركة كورية اسمها جنتل مونستر أو الوحش اللطيف وتعاونوا وطلعوا نظارة باسم هواوي جنتل مونستر آي وير الأستار الثاني هذا بس اللي موجود بداخل الصندوق موجود اليو اس بي تايب سي كتاب التعليمات ومنديل لمسح النبارة ونبدأ نتفرج على علبة النبارة من الخلف موجود مدخل يو اس بي تايب سي للشحن وهذا الزر من أعلى مكتوب جنتل مونستر وشركة هواوي بسم الله الرحمن الرحيم وهذه النظارة هذا مكان النظارة المخصص حطها في مكانها ترجع تشحن طبعا العلبة نشحنها من اليو اس بي تايب سي البعض بيستغرب هواوي ايش الفايدة انها تطلع نظارة طيب لما تشوفون شخص لابس نظارة شبيهة بهذه وجالس يتكلم اعرف معاه اتصال بدون سماعات اذن لانه موجود فيها هنا سبيكرز او سماعات نقدر نسمع فيها موجهة على طول على الاذن من الاعلى موجود مثل المنافذ لمايكروفونات والسماعات بالاضافة انه بالاسفل يعني لو نلاحظ هنا في هذه المنطقة موجود هنا منافذ وهذه كلها سماعة النظارة عبارة عن نظارة طبيعية عادية جدا زي ما تشوفون مضاف اليها بعض الخواص حتى انها تصبح نظارة ذكية وش الخواص هذي نقدر نتصل او نتواصل عن طريق مكالمات الهاتف نقدر بنفس الوقت نستمع الى المواد الصوتية نقدر نغير التراكس نرفع الصوت ونخفضها طبعا عندكم استفسار انه هذه النظارة ممكن نربطها على اي جوالات تقبل على جوالات هواوي او اي جوال يدعم تقنية البلوتوت سواء من هواتف او جوالات الاندرويد او حتى الايفون في البداية خلوني اقرنها الحين مع احد هواتف شركة هواوي وكالعادة اول ما نحط اي منتجات من هواوي بيطلع لنا انه تبغى تتصل مع النظارة اي ويرتو بديت اسمع الصوات الان طيب الحين جالس يقول لي انه النظارة فيها ايماءات من اليمين ويسار تطبيق المعيشة من هواوي بنلاقي النظارة موجودة هنا هواوي لهم فترة خصوصا في السماعات يعني حركة اذهلتني انه المسح على الجهاز واللي كانت السماعة لو تذكرون او شفتوا مقطع اللي مراجعتي حتى النظارة هادي نقدر نخفض الصوت ونرفعه بمجرد اللمس اذا ضغطت مرتين يشغل لي مقطع صوتي على طول نقدر نغير التراك او المقطوعة اذا بنرفع الصوت لاحظه قصر الصوت واوقف الصوت بهذه الطريقة في حال المكالمة في امكانية انه احد يسمع لمكالمتك زي السماعات اللي تكون بداخل الاذن يعني وزن النظارة وزن نظارة طبيعي جدا اللي بيشوفها معك بيحس انها عادي جدا يعني فقط ممكن يستغربون الاشخاص اذا شافوك تكلم نفسك باقي المواصفات والمميزات راح اكتبها لكم في صندوق الوصف لا تنسون تفعلون جرس التنبيه وايضا الاشتراك في القناة وشرفوني في حسابي على التويتر هذه اطيب تحية كنت معكم انا طارق الجاسر وفي امان الله